بالنسبه لطاقة الحبيب او طاقة الشريك ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي او برج هوائي ممكن ايضا ابراج نارية لانه في عندي ايضا اوراق نارية ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف انه عم شوف انت بتمشي على حسب كيف ما بتحس يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات على عكس هالشخص هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل اكتر من العواطف يعني حتى عواطفه ومشاعره هالشخص بيحب يحللها اول او يركز عليها اول او يفتحها ويدرسها اكتر منما انه بسرعة ينتقل او بسرعة يفوت فيه علاقة ولكن هو عم يبحث الى بداية عاطفية جديدة وممكن ايضا هالكرت يرمز انه هو عواطفه تجاهك انت عواطف كتير فياضة ممكن مش عم بتحكو مع بعض او ممكن هالشخص انت بس تحكي معه يكون الفرنت تبعه هاي او الشخصية تبعته هاي او يكون تحسه من برا شخص كتير جامد شخص كتير جاف شخص يعني ما في اي مشاعر بتظهر بس من جوه من جوه مشاعره كتير فياضة عم يغرأ فيهم ولكن هو بيحب الامور تكون دائما عادلة وبيحب يكون دائما منصف هالشخص عم شوف العامل المشترك بينكم فانتو الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة عم تبحثوا عن استبيليتي بالعلاقة ممكن انت نظرتك تكون شوي جدية اكثر من هالشخص لانه عندك اوراق روحية هالشخص ممكن يكون بده العلاقة شوي عفوية تكون اصدقاء بالاول او اشي مثل هيك مبين ايضا انه انت اللي بتوصل مشاعرك او بتحكي لمشاعرك اكتر من هالشخص يعني انت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لها الشخص وبتحكي له بتعبر اكتر من ما هو بيعبر بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف انه في عندك ستتين بتحكي عن التوازن وهالشخص طاقته ايضا بيحب انه الامور تكون متوازنة فعم شوف انه انت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة انه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة او بحق حالك ايضا سواء كان بمشاعرك او سواء كان بالارتباط مع هالشخص لانه هالكرت بيحكي عن التوازن بالاخذ والعطاء بالعلاقة على سنز او على حد ارضي يعني على حد التزامات جدية التزامات ارضية بالعالم الارضي ولكن السيكسو كبس بتحكي عن المشاعر فممكن تكون العالم الرحاني ايضا فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الامور الفعلية وبين الامور اللي هي الحسية او العقلية او الروحانية ممكن انت تكون عواطفة تطغي عليك اكتر من انك تكون شخص منطقي تتصرف بعواطفك اكتر من انك شخص منطقي ولكن اشي منيح انه انت يعني بتسمع العواطفك من جوا او بتتبع عواطفك من جوا مبين ايضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل يعني عم شوفك انت عم تتذكر ايضا اذا كان في بينكم اذا انتو حاليا مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي عم شوفك انت عم تتذكر عم تتذكر الماضي عم تتذكر الذكريات اللي صادت في عينك انتو هالشخص بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة امل او خسارة عاطفية ممكن اذا انت تركت هالشخص عم يحسوا كأنه في فرصة ضاعت من بين ايده لانه فيه بالمستقبل ايضا رحيل فممكن انت ممكن انت يعني الطاقة المشتركة هون بينكم فيه شخص عم عم يترك مشاعره وممكن عم تتركوا اشياء قديمة ايضا مشاعر اشياء جديدة هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لانه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها او مش قادر يوصلها للك بالاصح او بيحس انه دائما لازم يكون في عنده البرسونة هاي او الشخصية هاي ايضا هالشخص ما بيحب الخسارة ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان بيحب هو يكون الاول بيحب هو يكون يعني شخص عنين بيحب هو اللي ينتصر باي نقاش باي مشكلة باي اشي ولكن من جوه هو شخص ايجابي بتحكي عنه براءة داخلية بها الشخص وهو من جوه شخص يعني شخص عقليته او تفكيره شوي ممكن تكون طفولية اكتر او عفوية اكتر انت ممكن تكون جدي اكتر بالتفكير من هالشخص بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عنده هالخيبة هالخسارة ليش عميحس انه فيه فرصة ضاعت من بين ايدو او عميحس بخسارة عاطفية من نوع ما بدنا نشوف شو هي هالوراق وقعد تحت بس بديجيبه وراقك عم بتطير يا برج الحوت فبدي لخبط الدك مرة تانية طيب بدنا نشوف ليش هالشخص حزين في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص ممكن يكون محتار او ممكن يكون فيه عنده شخصين او قرارين بده ياخذ منهم بده يختار منهم ممكن يكون ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء لانه هالكرتو يتبع برج الجوزاء وهو بيحيرة من امره عاطفيا لانه فيه مبين انه عنده عرض حب من شخص اخر فيه شخص اخر هون بحيات هالشخص مبين انه فيه عنده عرض حب عم يقدم له من ضمن شخص ولكن عرض الحب فيه شوي من التلاعب لانه seven of swords هو لص التاروت او السارق في التاروت ففيه اشي عم يخبيه هالشخص ممكن عم يخبي طرف ثالث بالعلاقة او ممكن ايجاع عرض حب من طرف اخر وعرض الحب هيدا مش صادق انا انه seven of swords شخص تريكستر ايضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر بمعنى انه ممكن يبين لك شخصية الظاهرة ولكن الشخصية اللي هي في العمق او في العقل الباطني شخصية اخرى فهالشخص عم يحس بي خسارة عاطفية لانه ممكن يكون محتار بين شيئين محتار بين شخصين مش قادر ياخد قرار ومش عارف يودي وين مشاعره وها الشخص مش عارف لمين يعطي هالكاسة ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الاصدقاء حوالي ايضا بدنا نشوف لانه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة فبدنا نشوف شو هي يعني شو رح تتركه بالضبط أوراق كتير حلوة لانه عندك هون رحيل بس رحيل من شو بالضبط موقفين شخص عم يتعامل مع شخصين في عنده فكرتين بده يختار منهم ورقة أسرار ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا برج سرطان أو ممكن هاي أسرار بينكم ومخباية ففي وقفة رح تصير هون في اتخاذ قرار رح يصير هون بأنه ممكن انت إذا عم تحس إنه هالشخص في عنده أو هو العكس ممكن يكون إذا هو عم يحس إنه في حدا بحياتك وانت عم تحس إنه في حدا آخر بحياته ممكن أنت توصل إلى إلى منطقة أو إلى نقطة إنك تاخد موقف سارم بأنه هالشخص يختار بينك وبين الشخص الآخر أنا بتوقع الشخص هذ اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده أطراف أخرى لأنه الأوراق متشابهة فهمت عليه فأنت عم تحس إنه فيه أسرار بالعلاقة عم تحس إنه فيه مشاعر مخباية وإنت بدك توصل إلى توضيح أو بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة فبطاقتكم بالمستقبل إنت رح تجبر هالشخص أو رح يصير في بينكم تواصل بحيث إنك تحكي لهالشخص إنه بدك يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي أنت بتحطه أو رح تترك العلاقة أو رح تترك التواصل عم شوف لأنه أنت بدك علاقة صادقة هون بدك شخص منفتح حاطفياً ما بدك أسرار هون ما بدك أشخاص أخرى بالتواصل أيضاً يعني أنت مشوفك مصمم عم شوفك امتخذ قرار وعم تمشي وراه ما بدك الشخص الآخر يكون معه شخصين أو يكون في حيرة من أمره عم يحاول يوازن بنهاد ويوازن بنهاد مثل ما أنت بتعطي بدك أبدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك أيضاً ولكن فيه رح يكون أيضاً ممكن يرمز إلى أنه رح يكون فيه رحيل عن الأسرار يعني رح تتركه يعني هالشخص رح يوصل إلى اتخاذ قرار بأنه يترك الشخص الآخر أو يترك ثرد بارتي أو الطرف الثالث مثل ما بنحكي لأنه مبين أنه علاقته معك ومشاعره تجاهك مشاعره كتير صادقة بده بداية عاطفية جديدة معك ولكن فيه طرف هون بحياة هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي وممكن أيضاً الشخص اللي بحياته بحياة حبيبك بحياة شريكك عم يستغل عم يستغل ببراءة وطيبة هالشخص وكونه أنه بيحب أنه يكون غادل ومنصف لأنه الطرف الثالث عم شوف طاقته كتير تلاعبية شخص كتير بيتلاعب بالحكي فهو بتعقدكم المشتركة هم شوف أنه هالشخص رح يصر إلى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين أو على علاقة فاشلة بينكم بين يعني الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الآخر لأنه الطاقة هاي مشتركة فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه قرار بالرحيل رحيل عن الأسرار طاقة مشتركة بينكم الاثنين رحيل عن الأسرار رحيل عن إذا كان في طرف ثالث أو أي لخبطة بالموضوع لأنه مبين أنه أنتو التنين تقوم عم تبحثوا عن يعني راحة البال مش عم تبحثوا عن وجع راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون وأطراف هون الوضع صريح الوضع واضح بينكم فقط الإشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حاليا هو هالطرف الثالث اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير شخص كتير عادل فبيحتاج وقت ممكن أنت عم تشوف عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه أنه في حدا بدائرة أصدقائه أو بأطرافه أنت ما بتحبه أو بتشوف أنه طاقته لأنه برج الحوت شخص كتير انت شخص كتير بتحس بتحس بنوايا الأشخاص الأخرى حتى إذا كانت يعني مش واضحة ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي ما في عنده التواصل مثل الأبراج المائية الأبراج المائية بتحس أكثر ممكن تقرأ أو تفهم الشخص من وجهه من حركاته بدون ما يحكي بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق واحد اثنين ثلاثة فهمت عليه فممكن أنت أيضا تشوف أنه بتعرف أنه الشخص مش مش منيح بالنسبة لإله ممكن يكون عم يتلاهر بأنه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة وإنت بتشوف هالإشي بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم عم حاول يخليها بطريقة كتير منطقية يحلها بطريقة كتير منطقية حسنا 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 يعني بالمستقبل عم شوف أنه هو رح يوصل هالشخص إلى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث حسنا 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 برج الحوت إذا عم تستنى إلى رسالة أو حكي من هالشخص أو طواصل بينكم عم شوف أنه هو فقط بهالفترة بيحتاج إلى فترة وقت مستقطع يوزن الأمور أو يحل أموره حبايبي برج الحوت أتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيت القراءة إذا حبيت الويديو لا تنسى تحط لي لايك كومنت شار وسبسكريب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم